مبادرات الإصلاح التي يقدمها الساسة في العراق صارت أكثر مدعاة للتشاؤم من التفاؤل حيث خلف كل مبادرة نكبة جديدة تصيب الدولة الحكومة تورقة بيضاء للإصلاحات في كافة القطاع ومن ذلك ما جاء به الكاظمي قبل أكثر من عام في سياق الإصلاح المزعوم المسمى بالورقة البيضاء التي بشرت بالأفضل فإذا بصفحات هذه الورقة تحولت من بيضاء في الأفكار إلى سوداء على أرض الواقع مرت أكثر من سنة عليها ولم تحقق من بنودها إلا خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار فاستفادت الحكومة من جهة سد العجز الحاصل في رواتب الموظفين بحيث أصبحت قيمة الراتب بالدينار أقل قياسا بالدولار الذي يملأ خزينة الدولة من مبيعات النفط بالدرجة الأولى أما الجانب المأساوي لهذا القرار فهو ارتفاع نسب التضخم والغلاء الفاحش بالمواد المستوردة إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة ارتفاع معدلات الفقر كان أيضا من المنجزات الإصلاحية لورقة الكاظمي وقد أقرت وزارة التخطيط في حكومة الكاظمي أن ما يقارب عشرة ملايين عراقي لا يملكون غذاءهم اليومي وانسحب ذلك على الأطفال وعدم تمكن العوائل الفقيرة من توفير الحليب لأبنائها هذا كله فضلا عن استمرار القطاع الصحي بالانزلاق نحو الأسوأ بسبب عدم جاهزية المستشفيات وعدم توفر كثير من الأدوية وتجلى فشل النظام الصحي في طريقة التعاطي مع جائحة كورونا ملابسنا أو المستلزمات الطبية والمستلزمات السلامة الصحية بدأت تستنفذ من مخازننا وبطبيعة الحال فإن تدهور الأوضاع العامة في البلاد يؤثر على الطبيعة المجتمعية وعلى الحياة الأسرية فكثرت حالات التعنيف والطلاق وأصبح المواطن يعاني ضغوطا يومية لا يجد متنفسا عنها إلا بالتظاهرات والرفض الصريح للنظام السياسي الحاكم فأي إصلاح يرجى من ورقة كتبت في أروقة منظومة كانت أساسا في دمار البلاد ترجمة نانسي قنقر